العشر الأول من ذي الحجة أيام مباركة ولفضلها أقسم المولى سبحانه بها في كتابه الكريم حيث قال والفجر وليال عشر الفجر وحويل وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وعلى هذا فينبغي للمسلم في هذه الأيام أن يجتهد في العبادة من صلاة وقراءة للقرآن وذكر لله تعالى واستغفار وصلة رحم والنوافل المؤكدة وقيام الليل وصلاة الضحى والأذكار الصباح والمساء وأوكد هذه الأعمال الصيام فيها لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومها ففي سنن أبي داود وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحج وفي مسند أحمد عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أريت صيام عرفة قال احتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية ومما وجه إليه الإسلام من آداب في هذه العشر أن من عزم على أن يضحي كرها له حلق شيء من شعره أو تقليم أظافره لما روى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره وعليكم بذكر الله عامة من تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل وإذا صعب عليكم آعبادة فابدأوا بالحوقلة من كل قلبكم تقولونها حتى تجدون العون والتيسير على الذكر ولا تملوا فإن الله لا يمل حتى تملوا وسارعوا بالتوبة التوبة التوبة ولو أن تجددوها فهذه الأيام لا تنسوا جلسات الضحى وجلسات العلم والذكر